إعادة تصور للتدريس لتحقيق أقصى قدر من التعلم الطلابي شعار دشنت به جامعة السلطان قابوس رسمياً مقر مركز التمييز في التعليم والتعلم والذي يسعى إلى وضع الجامعة في مقدمة مؤسسات التعليم العالي التي تطبق أفضل الممارسات القائمة على البحوث في التعليم والتعلم نحاول أن نقدم التكنولوجيا في التعليم للطلاب ونحاول أيضاً أن نعتمد على التعليم الذاتي دون وجود محاضر وذلك يتم عبر جلسات نقاشية في طاولة مستديرة المركز يأخذ على عاتقه مهام دعم وتحسين التعليم والتعلم استشهاداً بالأبحاث الحديثة والمتطابقة مع متطلبات وكالات الاعتماد الرئيسية كذلك توفير الخدمات الاستشارية في هذا المجال كلنا نتخرج بتخصصات مختلفة ونأخذ دكتورات ونجي هنا وندرس لكن لا أحد يعلمنا كيف ندرس كيف ممكن نواصل معلومة لدينا لدي الطالب لكي الطالب يتعلم منه مركز التمييز في التعليم والتعلم يقدم العديد من الخدمات يأتي في مقدمتها تقديم الاستشارات لأعضاء هيئة التدريس وتطوير المقرارات وتقييم الطلاب بالإضافة إلى دمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية وجد من أجل التنمية المهنية للأكاديميين في جامعة سلطان قابوس بشكل أساسي والفكرة الأساسية منه والهدف الأساسي منه أنه ينهض بمستوى التعليم والتعلم عند طلبة جامعة سلطان قابوس تجين هذا المركز في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع التعليم العالي محليا وخارجيا وسط مساع قائمة لرفع جودته عبر البرامج والمقرارات التي من المؤمل أن ترقى بمستوى الهيئات التدريسية ومخرجات الجامعات من الطلبة والطالبات ترجمة نانسي قنقر